وقد قال حسن البنى قديما لما تجلت أخطاء الممارسة السياسية باسم الدين ووقعت مآس بسبب ذلك مصبوغة بالدماء قال متطهرا لو استقبلت من أيامي ما استدبرت لعدت إلى ما كنت عليه أعلم الإسلام وأربي الناس عليه وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما أقحمت الجماعة في السياسة ولا قمت بها على المأثورات وانشغلت بالتربية والتعليم قال هذا بعد أن وقع ما وقع وتجلت أمور وتكشفت أحوال ولكن لم يكن لقوله هذا من فائد الأصل الذي بعد هذا الذي وضعه حسن البنى وهو أصل آخر وهو أصل المرحلية في الدعوة وهذا أصل باطني معروف أصل باطني معروف وهو أصل المرحلية في الدعوة فإن الباطنية كما يذكر عنهم الغذالي المتقدم في كتاب صلاح الباطنية وكل من تكلم عن الباطنية يبين أن الباطنية في دعوة لديهم دعوة مرحلية أي أن الشخص أولا يعطونه الإسلام العام ثم إذا وجدوا فيه قبولا أدخلوه إلى خصوصيات إلى أن يصلونه إلى مبتغاهم حسن البنى ذكر هذا ونص عليه في رسائله فإنه ذكر أن دعوته تنقسم إلى ثلاثة مراحل المرحلة الأولى هي المرحلة العامة وهي الدعوة إلى الإسلام العام بدل التكافل وتعالى المسلمين ودعوة المسلمين إلى ترك الربا وإلى ترك المعاصي ودعوة غير المسلمين وإظهار المشروع الإسلامي وتبني الخطط التي تعمل على سد احتياجات المسلمين يعني كل كلام في الإسلام والمسلمين هذا المرحلة الأولى يقول حسن البنى أما المرحلة الثانية يقول حسن البناء فهي مرحلة خاصة وهي مرحلة يستخلص فيها عنافر من المرحلة الأولى يعني عندما يدخل الناس مع الأخوان المسلمين يبقون لا يعرفون عن الأخوان المسلمين إلا قضية نصرة الإسلام والمسلمين وقضاء المسلمين وهمهم وفقرهم وجوعهم ويثمهم وإلى آخره هذا فقط يفهمون الأخوان المسلمين أنها تعمل هذا وتنشر الإسلام وتنشر هذا يقول ثم نختار من الذي نختاره للمرحلة الثانية وعند ذلك ننظر فنستخلف أناس معينين فندخلهم في المرحلة الثانية وهذه المرحلة الثانية وهي المرحلة الخاصة هذه مرحلة يربى الفرد فيها على الطاعة وعلى السمع وعلى الجهاد وعلى القتال وعلى التفجير وعلى كل الأمور التي يريدونها منه ويعلمونه ما طريقتهم وتكفير الحكام وغير ذلك أي أنه يدخل داخل المنهج الأطل ثم يقول حسر البناء وبعد ذلك تأتي المرحلة الثالثة وهي مرحلة الجهاد وهذه على حسر البناء فإنه وضع المرحلة الأولى حتى دخلناها ثم وضع المرحلة الثانية عن طريق السندي عبد الرحمن السندي والتنظيم الخاص وجعله بيعة خاصة ثم وضع المرحلة الثالثة قتل قبل أن تتحقق قتل عام 1948 كملها له ضيبي فتحققت عام 1958 في الإنقلاب الذي حجث عن ملك فاروق وأسخط الملك فاروق المرحلة الأخيرة لمرحلة الجهاد لهوات تفيه من أجل أن يسقطيش الحكم فحسن البناء حقيقة هو الذي وضع هذه الأصول قبل سيد قطب هو الذي وضع هذه الأصول هو الذي وضع أصول التكفير هو الذي وضع أصول التفجير ووصول الانقلابات وأصول هذا كل هذه وضعها حسن البناء وبينها في رسائله وفي كتبه وحسيد قطب ما هو إلا فرد من أفراد هذا الفكر سوف نتكلم عنه بعد قليل المقصد هنا أن الإخوان المسلمين عندهم المرحلية هذا أصل من أصولهم وهذه المرحلية إظهار شيء عام ثم إدخال جيخات ولذلك الناس يستشكلون فيأتي شخصا ما زاله في المرحلة الأولى وأنت تذكره أمرا عن المرحلة الثانية فيقول له مفصحي كلامك كلامك ليس بصحيح لأنه لم يرى إلا المرحلة الأولى ولكن هذه المرحلية هي التي أوقعت الدول وأوقعت الناس بترفض من الإخوان المسلمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر